اول حاجة نازم تبعي بره السلاح ليه ما نبدأش ان احنا نتجمع كمدربين لفنون قتالية وكده نبدأ نعمل مبادرة ان احنا نعلم الناس الدفاع عن النفس معنى ان احنا نديهم شوية حاجات أساسية قداروا يستخدموها ما يكونش محتاجة قوة او مقليوكة وفنانية عليها حس ان البناء ادم المشغول او ظروف شغله او ظروف الدراسه ما تتمكنهوش ان هو يلعب فن قتالي كامل ان هو يقدر يدفع عن نفسه خلنانا نحس بالموضوع ده ان ظهرت التحرش وانتشارها والانفلات الامني فقرنانا ان احنا نعمل مبادرة دي احنا بتكلك الاولاني للدينه للبنات من دولة التكليفات بتاعة الناس اللي جاي يمسكها من هنا وجاي عايز سوقها على حيطة او عايز شغدها ناحية عربية او ناحية حدة اوكي يا طبع؟ بنتكلم من هنا مجرد ما تبنيها الشخص جاي يمسك يلازم بأمن على ايد منهم ليه بأمن على ايد عشان ما يسيبنيش ويمشي احنا هنا في حديقة الازهر الايفنت ان احنا بنتكلم مع البنات ومع الشباب فكرة الدفاع عن النفس يدفع عن نفسه ازاي نفسية الدفاع عن النفس ازاي يبقى محيئ ان هو ممكن يتحط في موقف صعب بمجرد ما هو بيمسك انا بأمن ودافل على الوش بنت بيتحرش بيها خوصة البلد كده عيني عينك وهي ما ديرش الدفاع عن نفسها فدي حاجة دائتني جدا بسرفة لازم تعرف دفاع عن نفسها فعين ما يحصلوص حاجة دائتني جدا فعيني عيني؟ يعني بقوم على الوقت فاتح ايدي بقوم قفلة على الودن في الشرع بقوة هنا مش حنازي بعضي في الشرع حقود ضرب على ويدنا على الوقت ده بيبقى محتاجك فكرة اكتر من هو محتاجك قوة بدنية وعضلية فان شاء الله مع الوقت نقدر نوصل صوتنا اكتر نوصل البنات ان هو انت تقدري حتى لو انت مش اخو حد يتقدر كنت تبقى دائتنا تحرص بأذات جدا ولازم كل يوم انتبع فتتفع عن نفسها احسن 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 اشتركوا في القناة